الميلاد هو الزمن الحاضر بقلوب المؤمنين اللي بتحضروا فيه لاستقبال طفل المغارة السيد المسيح له المجد فبيكون الميلاد هو فرح العطاء واللقاء مع الآخر أكيد يا ليلى ونحن نعرف أن الميلاد هو مساحة السلام المتجدد دائما بقلوبنا هي مساحة وهي دعوة لأنه وسط هذا الضجيجي اللي عم نعيشه ضمن حياتنا لحتى نتذكر أنفسنا ونتذكر الآخر نتذكر إنسانياتنا والآخر نتذكر محبة الله فينا اللي عم نشوفها بالآخر اليوم رح نكون بحديث موسع عن أبعاد الحدث الميلادي وضيفنا لليوم هو حضرة قدس الأب سامي حسني كاهن في رعية كنيسة القديس يوسف يا سعد صباحك أبونا وكل عام وأنتو بألف خير وميلاد مجيد للجميع على الكون لبلدنا الحبيب سوريا سعد صباحك أبونا ميلاد مجيد وكل عام وأنتك خير بداية أبونا لما نقول الميلاد منذكر بيت لحم في فلسطين الجريحة ومنذكر بداية طريق سر الفداء كيف منستحضر اليوم زمن الميلاد أكيد عم نضطر نحن نحكي على ما يحصل في الأراضي المقدسة في بيت لحم أو في الأراضي المقدسة وفي غزة بالتحديد حاليا بسط الألم والوجع بسط الصعوبات والضيئات التي عم نعاني منا بيولد الفرح بيولد الرجاء بيولد المسيح يسوع له المجد إلهنا إله الحب إله المحبة وإله السلام لو وراد المسيح يولد بهاليوم بهاللحظات بهالأيام كما بأيام ولادته ولد بوسط كمان صعوبات وضيئات ولد بمغارب بيت لحم ولد بمكان فئير مكان حقير المسيح يسوع إذا بدأ يجي أولاد هلأ لربما يولد في مكان الأنقاض في محل الهدم والدمار وسط التحطم الإنسانية الآلام اللي عم تعاني لنا البشرية وخاصة بمنطقة غزة يولد يسوع المسيح لحتى يعطينا هالرجاء يعطينا حقيقة سلامه وحبه ومحطه أبونا خلينا نحكي كيف اليوم نحن قادرين نتحضر لهذا الزمن الميلادي نستحضر معاني الميلاد نحن بشكل عام نستحضر أو نتحضر لعيد الميلاد المجيد أكيد في شوية تحضيرات عبتكون هي تحضيرات عبتكون خارجية تحضيرات خارجية أحيانا نهتم دايما بالشجرة نهتم بالمغارة نهتم بالزينة نهتم بالمظاهر الخارجية ولكن منه هذا منه هو هدف العيد ومنه هذا هو جوهر العيد المهم كتير نحن دايما ننوجه المؤمنين اللي عنا أنه يتحضروا لميلاد المسيح بطريقة تانية طريقة تانية نحن نقول أنه عن المغارة ما أصفت هي المغارة هي مغارة حجرية المغارة اللي بريد الرب يولد فيها هي مغارة قلوبنا تحولت المغارة من مغارة حجرية إلى مغارة قلب الإنسان اللي هو المسكن الأساسي اللي بريد أنه الرب يولد فيه ويسكن فيه لذلك التحضير الأساسي هو أنه نحن نهيئ هالمغارة نهيئ هالقلب لميلاد الرب لميلاد المسيح يسوع بالتوبة بالندمة بالتغير بالتجدد الداخلي نحو الحياة الأفضل لأنه ميلاد المسيح هو لأجل ولادتنا نحن هو رايد يعطينا ولادة جديدة رايد يعطينا حياة جديدة من خلال ميلاده ومن خلال ولادته بقلب العالم ذلك المعنى الأول والتحضير الأساسي لميلاد المسيح هو تحضير قلب الإنسان ليولد فيه هذا الأساس وفيه عندنا التحضير الثاني هو السعي الدائم حتى نفكر بالآخرين نفكر بالإنسان اللي عبي تقلم إنسان اللي عبي توجع والإنسان المحتاج والإنسان الفئير والإنسان اللي هو بأمس الحاجة للسند والمساعدة يعني منقول إنه المسيح يسوع ولد بمغارة فئير معدم جوعان بردان هو آل سيدنا يسوع المسيح بيقول بالإنجيل بيقولنا بيوم الدينوني لما بدوا يجهدين العالم بيقولنا كنت جائعا فأطعمتوني وكنت عريانا فكسوتموني وكنت سجينا فزرتموني كنت مريضا فزرتموني قالوا له متى رأيناك هكذا قالوا كل ما صنعتمه بأحد إخوتها أولا الصغار فأبي فعلتمه لذلك نحن خاصة بهالعيد المبارك بعيد الميلاد كثير من فكر بالناس اللي هنم متألمين هنم الناس المحتاجين الناس اللي بيأمس الحاجة للسند والمساعدة خاصة نحن بالظروف اللي نحن عايشينا ومن فكر على هذا الصعيد نحن نفكر أول شي بصعيد ذواتنا الشخصية لنعيش معاني العيد بالداخل بالعمق حيث نحن نعيش توبة ونعيش ندامة ونعيش حياة تغير وتجدد داخلي وفي ذات الوقت هو التحول نحو الآخر يعني نحن نفكر بالآخرين لأن هن يسوع هن يسوع المتألم أو يسوع اللي هو مولود بمكان فقير ومكان بسيط تمام أبونا اليوم كيف فينا نجعل الميلاد دعوة لولادة جديدة ومصالحة الإنسان مع الله والآخر ودعوة كمان للتسامح أكيد عيد الميلاد هو عيد المحبة هو عيد السلام ولادة يسوع لما الملائكة مبشروا بولادة يسوع قالوا المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة السلام أعطي بالمسيح يسوع يعني المسيح يسوع من قولة نازل من علياءه لحتى يصالحنا مع الآب له المجد هو إله إله السلام إله الحب إله المحبة وإله السلام هو تمام هالمشروع القلاصي بفداءه وموته على خشبت الصليب صالحنا هو أعطانا السلام بسلامه بالسلام اللي أعطانا إياه بفداءه وموته وبالتالي بدعينا للسلام بدعينا لحتى نعيش السلام مع الله درجة الأولى والسلام مع ذواتنا والسلام مع الآخرين دائما هذا الشيء اللي بدعينا فيه ربنا يسوع المسيح له المجد أكيد أبونا ذكرت حدتك الظروف الصعبة وذكرت السلام ونحن اليوم قديش أرواحنا بحاجة لهذا السلام إن كان بالضروع على صعيد الظروف اللي عم نعيش أخنا نقول الظروف الاجتماعية الاقتصادية من جهة أخرى الأوبئة اللي ما رأيت فيها سوريا كارثة الزلزال وغيرها اليوم نحن بحاجة جدا لمساحة ميلادية لأنفسنا اليوم كنا عم نحكي أنه حتى المغارة ومظاهر الأعيد عم تبعث هي الرحاة والسلام لأرواحنا ديما هم اليوم نستحضر هيئة المساحة الميلادية رغم كل الظروف اللي عم نعيشها يعني دايما مثل ما حكينا أنه بسط الصعوبة بسط الديئة بسط هالشي اللي عم نعيشه بيولاد الرجاء الرجاء نحن بالنسبة لأنه هالرجاء بولادة جديدة ولادة جديدة لأتكيد ولادة يسوع وولادة للفرح وولادة للسلام ولكن هذا أكيد بيدعينا لحتى نحن كمان يكون في عنا الرجاء بتحسن وتغير وتبدل وتجدد هالحياة اللي نحن عم نعيشها يعني دايما نحن متمسكين خاصة نحن بالظروف اللي نحن عم نعيشها وبي دعوتنا دايما لشبيبتنا ولأهالينا ولعائلاتنا لأنه نحن دايما نعيشين على الرجاء على الرجاء بتغير على الرجاء بتبدل لأهل واقع اللي نحن عم نعيشه حتما الشي اللي عاشتنا هو شيء كتير صعب حرب دامت أكثر من عشر سنوات إلى عشر سنة ومن ثم العقوبات الاقتصادية اللي نحكمنا فيها عالمياً هو في ذات الوقت الشي اللي صار كمان مثل ما قلت وفترة الكورونا لمرأة كل ياته والديئة اللي عم نعيشها حالياً كل ياته وهذا صعوبة كتير كبيرة عم نعاني منا للصراحة للصراحة هو شيء صعب وشيء كتير مزعج جداً للناس كان استنزافة بونا للأرواح ولكن دايماً عندنا هالرجاء بحياة أفضل هذا الشيء اللي بدينا لحتى نحن دايماً نكافح ونناضل لحتى يكون حياتنا أفضل نحن نتمنى دايماً أنه هالأمور كلها تنتهي بأرب وقت بأرب فرصة دايماً عندنا هالرجاء بسلام لربما يصير على القرب على الأريب ما منعرف هذا دايماً عم نبعث السلام هذا بقلب قلوبنا وخاصة بأولادنا وبالناس اللي نحن نعرفون ونحاول دايماً نزرع بقلبنا الرجاء وسلام بسلام قادم إذا الله راد حسن من هالأوضاع اللي نحن عم نعيشها يعني شيء مفروض علينا وعب نعيشه ولكن دايماً عندنا الرجاء أنه يكون الأمور أحسن ويكون أفضل إذا الله راد أبونا خلينا نحكي اليوم عن أهم الصلوات بعيد الميلاد في عنا صلوات استعدادية نحن نبدأ التحضير للميلاد المجيد بشي اسمه صوم الميلاد هو نحن نسميه صوم فرح صوم استعدادي لمجيء المسيحي صعب الدرجة الأولى قبل أربعين يوم من الصيام ونتحضر هيك بطريقة حتى نوصل لعيد الميلاد المجيد بتتخلى لها نشاطات كثيرة يعني نشاطات كلها روحية مننا صلوات بيسموها رتبة توبة واعتراف نحضر المؤمنين لحتى يتهيئوا للميلاد المجيد برتبة التوبة والاعتراف ومن ثم في عنا صلوات ما قبل الميلاد بيومين بيومون عيد الميلاد المجيد يسموه صوم وقطاعة ويصير في صلاة صلاة حلوة رائعة صلاة الغروب والقداس الإلهي تحضيرا للميلاد المجيد إلى أن يأتي يوم ليلة الميلاد اللي هو ليلة 25 شهر هي الليلة 25 شهر حدد عيد الميلاد المجيد بيقام القداس الإلهي بسموه صلاة صحر الميلاد قام تراتيل ميلادية كلياتة حلوة ورائعة ومن ثم القداس الإلهي اللي محتفل فيه نحتفل فيه بميلاد المسيح يسوع له المجد اختيار عيد الميلاد بـ 25 كانون الأول هو اختيار كان سابقاً هو عيد ميلاد الشمس كان يعتبروه هو آلهة الشمس المسيحين فيه مع بعض بس بلاشوا يبشروا العالم الوثني بشروهم بالشمس الحقيقية اللي هي المسيح يسوع وقالونا أن الشمس هي الحقيقية هي يسوع المسيح لذلك من رتل نحن بأيد الميلاد ومنقول ميلادك أيها المسيح إلهنا قد أظهر نور المعرفة للعالم لأن الساجدين للكواكب تعلموا من الكوكب السجود لك يا شمس العدل وعرفوا أنك المشق الذي من العلا يا رب والمجل لك لذلك نحن منعتبر أنه ميلاد المسيح هو ميلاد النور وميلاد شمس الحياة اللي هو بيعطي الدفع وبيعطي الحب وبيعطي فرح للبشرية والأنسانية إن شاء الله هيك بتكون عيادنا مباركة آمين أبونا دائما نحن بنعرف أنه دور الكنيسة جدا مهم بحياتكم ودائما يعطيكم ألف عافية على كل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها وأيضا كان لكم عمل على الصعيد الإنساني على الصعيد المجتمعي خلينا نحكي على هدول الجوانب بمختلف النشاطات نحن نحاول أن نفعل موضوع العمل الإنساني العمل الخيري كان شبيبتنا صغارنا كبارنا نحاول أن نحرض على زيارة دور الأيتام ومقاوي المسنين زيارة العائلات المحتاجة العائلات الفقيرة مساعدتهم مساندتهم دائما هذا عملنا بشكل خصوصي ونحاول نبحث عن هالأشخاص ونبحث عن هالعائلات اللي هنين بيأمس الحاجة للمساعدة والمساندة على الصعيد على الصعيد الإنساني نحن عنا بهون بكنيسة ماريوسيف في عنا مستوصف خيري بيقدم مساعدة كتير كبيرة لأهل المنطقة بشكل خصوصي يعني عنا أكتر من عشرة آلاف زيارة خلال السنة خلال السنة كلها يعتقد وفي عنا أدوية تُعطى مجانا طبعا هالأدوية كلها تُعطى بوصفات طبية بشكل شهري بسموها الأدوية المزمنة توزع على المرضى لحاول نهتم بالمرضى بشكل صوصي ومساعدتهم بأي طريقة من الطرق إضافة أنه في عنا بيكمان بكنيستنا بكنيسة ماريوسيف أحدثنا أحدث شي جديد كمان هو مطعم شعبي لإطعام العائلات اللي هنين ما عندن مستورة اللي ما عندن من يساعدون نهائيا اللي مأطوعين ما عندن حدا في عنا تقريبا أكتر من من 150 و175 عائلة 300 شخص تقريبا نحن حاليا اللي عم نوزع لهم ولكن كعائلات بهالتحب بهالحدود بين 150 و175 و175 عائلة يقدم لإلن طعام بشكل دائم ثلاث وجبات خلال كل أسبوع على مدى السنة كل ياته فيه كمان الألبيسة واللباس فيه عندنا كمان غرف صوصية لللباس كمان منساعد لإكساء الناس اللي هنين اللي بيحاجل كمان التياب التياب صارت كثير كثير غالية العمل الإنساني نحن بشتغله على صعيد الشبابي على صعيد النشاطات على صعيد الأخويات وكمان ككنيسة جوا بالكنيسة عم نشتغل على هالموضوع طبعا نحن عملنا جزء من كل يعني أن الكنيسة كلياتها بكل فعالياتها هي تشتغل هالعامل الإنسان بتوجه نحو الإنسان اللي عم يتألم والإنسان اللي هو محتاج واللي هو الطفل اللي بقلب المغارب تمام أمد كليسة اليوم نحن بحاجة لهذا الشيء بحاجة لهذا الدعم وخصوصا بهذه الظروف الصعبة اللي عم تعيش سوريا وخصوصا سنوات الحرب حتى تقوص العيد كليسة إلى أهمية كليسة نحن بحاجة بهذه الظروف اللي عم نمرق فيها صحيحة في ظروف صعبة لكن نحن بحاجة لفسحة من الأمل لما نشوف تقوص العيد شجرة الميلاد كليسة إلى معاني كبيرة كلام حلو رائع جدا حقيقة هي المعاني وهالرموز هذه حقيقة بتعطينا فرح بتعطينا سلام الشجرة اللي هي علامة حياة اللي هي علامة حياة تسموها شجرة الحياة اللي ترمز للحياة اللي هو المسيح يسوع والزين الحلو الرائع اللي مزينت والزين المنتشرة طبعا بشوارعنا كمان بتعطينا وفصحة أمن وفصحة رجاء بهالظروف الصعبة لنها نعيش حقيقة إن شاء الله هيك دعواتك أبونا تكون مستجابة وهي دعوة دعوة من كل السوريين اليوم هيك بالسلام والمحبة والانفراج على جميع الأصعاد نبنى نرجع نعيدك كل عام وأنتم بألف خير وأكيد نشكرك قدس الأب سامي حسني كاهن في رعية كنيسة القديس يوسف شكرا لحضرتك وإن شاء الله كل عام تبقى ألف خير وإن شاء الله ميلاد مجيد لنا جميعا لبلدنا الحبيب سورية رجاء بحياة أفضل وحياة أجمل لبلدنا الحبيب سورية شكرا لك أبونا وكل عام وأنت بألف خير سورية شكرا للمزاق